موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبث برعاية كوكدور وترشحات افلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر 2018 الحلقة اللي فاتت طلبت منكم نعدي 2000 لايك وكالعادة جبرت بخطري وعدينا 3700 لايك فاولا الف شكر بس زي ما انتم عارفين الانسان طمع فينفع اطمع فيكم ان الحلقة دي كمان ان شاء الله نعدي 3000 لايك خصوصا وان مفاجآت كوكدور السينمائية هتبدأ من حلقة الاسبوع اللي جاي ان شاء الله فافتكروا تشتركوا في قناة فيلم جامد على يوتيوب وتعملوا لايك لصفحة فيلم جامد ولصفحة كوكدور على فيسبوك ترشحات النهاردة منزلية فقط لان مفيش اي فيلم جديد في السينما يستاهل يتشاف وتحس ان دور العرض المصرية بتحاول تشجعنا على اننا نذاكر ونشتغل ونكتائب وكل الحاجات الحلوة اللي في الحياة بس عموما احنا حنحارب المذاكرة والشغل والاكتئاب بسبع ترشحات لأفلام تشوفوها في البيت اعتقد انها حتعجبكم ان شاء الله ترشحنا الاول حيروح للفيلم الانجليزي ده كونستن جوردنر من انتاج سنة 2005 الفيلم من بطولة ترالف فاينز وريتشل فيتز في اتنين من افضل ادوارهم وخصوصا فيتز اللي فازت باوسكر افضل دور مسانب عن اداءها في الفيلم قصة الفيلم بتدور عن جهود رجل دبلوماسي للكشف عن غموض مقتل مراتو واللي بتكشف له عدد كبير من المفاجآت الفيلم فيه تسلسلات كتير حتقطع قلبكم وانتو بتتفرجوا خصوصا مع الموسيقى التصورية الرائعة اللي ترشحت برضو لجهزة الاوسكر في نفس السنة ترشحنا التاني حيروح لمحبي توم هاردي وواحد من اروع ادواره في فيلم برونسون من انتاج سنة 2008 قلت لمحبي توم هاردي ومش لمحبي افلام توم هاردي لان الفيلم ده بكل تأكيد مش لكل الازواء هو فيلم فني ولكن بلا هدف او رسالة اكتر من استعراض تركيبة شخصية فريدة شويتين والشخصية دي هي اشهر واعنف مسجون في تاريخ السجون البريطانية عشان كده الفيلم ده عبارة عن فصول لاحداث حصلت بالفعل بتكشف شوية لغز الشخصية ولكنها ما بتشكلش سيناريو بالضرورة متماسك او جذاب نضيف كمان ان الفيلم من اخراج نيكلس ويندينج ريفنو يبقى واضح انكم محتاجين تحضروا نفسكم للمراجيح اتسألت من فترة قريبة على تويتر عن افضل افلام الوسترن في رأيي واول فيلم جه في بالي كان The Unforgiven The Unforgiven من انتاج سنة 1992 وكان مفاجأة كبيرة وقتها بسبب سيطرته على جوائز الاوسكار الفيلم من بطولة جين هاكمان ومورجن فريمان وكلينت إيستوود اللي اخرج الفيلم كذلك وهو فيلم وسترن ولكن بدون معجزات او مبالغات غير مفهومة او مبررة وتركيزه الاكبر هو على تقديم دراسة درامية دقيقة جدا لشخصية بطله وجين هاكمان عامل دور لحتة فيلن للتعلم والتأمل يعني ناخد استراحة مش طويلة قوي من السينما الامريكية في الترشيح الرابع ونروح للسينما الفرنسية وفيلم بوم ليو تراز الفيلم من انتاج سنة 2004 وهو مهرجان اكشن وبركور من اللي قلبكم يحبوا الفيلم من بطولة دافيد بال اللي يعتبر من مؤسسين البركور اصلا وبعيدا عن الاكشن الفريد جدا الفيلم حلو فعلا وفيه تكسيد صادق جدا وحاد جدا لموقف الحكومات الرأسمالية من المجتمعات الفقيرة وعلى فكرة الفيلم ده اتعاد بعد كده في نسخة امريكية كان اسمها بريك مانشن وهو البطولة الاخيرة لبول ووكر وشارك فيها دافيد بال برضو بنفس دوره في الفيلم الاصلي الفيلم كمان من تأليف لوك بيسون اللي عرفناه كصانع افلام هيلة زي ليون دا بروفيشنل والفيلم اللي في الترشيح اللي جاي ترشيحنا الخامس لأحد اهم علامات الاكشن والخيال العلمي لليوك بيسون احد اصحاب البصمات الفريدة في النوعيتين وهو الفيلم The Fifth Element الفيلم ده من انتاج سنة 1997 ومن بطولة بروس ويلز وحقيقي في الوقت ده اللي شفناه في الفيلم ده ما كانش معهود تصورات رائعة للمستقبل وللالاليلينز وللوحوش واكشن ملحمي معقد وشغل مؤثرات وخدع من مستوى تاني الفيلم كمان فيها اداء غنائي في واحد من مشاهده كان بيصنف على انه الاداء المستحيل ادميا لغاية ما جات بنت عندها 13 سنة في النسخة الروسي من برنامج The Voice من 4 سنين وكررت الاداء ده وعلى قد ما نفاهم يعني غيرت مفهوم الغنى للابد نفضل شوية مع السينما الفرنسية بس المرة دي انتاج مشترك مع كده بلد تانية وفيلم The Son of Rambo من انتاج سنة 2007 الفيلم ده كان واخد صمعة عندنا في المنطقة انه فيلم هزلي بسبب اسمه لغاية لما الفيلم اتنسع اصلا من غير ما ناس كتير تشوفه وهو فعلا فيلم كوميدي في جانب مش صغير من احداثه ولكنه جاد جدا ومؤثر جدا في نفس الوقت الفيلم بيحكي عن صداقة ما بين طفلين ومحاولاتهم انهم يعملوا النسخة الخاصة بيهم من فيلم First Blood اللي هو الفيلم الاول في سلسلة افلام رامبو الفيلم ده هو اللي اكتشف ويل بولتر وفعلا هو عامل اداء هايل بالنسبة لطفل الفيلم كذلك امن للمشاهدة العائلية وعلى فكرة حيتعرض يوم الاربع اللي جاي الساعة اربعة توقيت القاهرة على NBC2 في الترشيح الاخير هنفضل مع الافلام العائلية بس هنرجع للسينما الامريكية وبمناسبة عيد ميلاد توني كولات هنرشح فيلم The Way Way Back من انتاج سنة 2013 توني كولات ممثلة مرعبة يا جماعة وقدمت لنا السنة دي هيريد تاري وفي حملات بدأت بالفعل احقيتها بالاسكر عن دورها في الفيلم The Way Way Back من تأليف واخراج الثنائي نات فاكسن وجيم راش الفائزين باسكر افضل سيناريو عن فيلم The Descendants وعلى فكرة جيم راش ده مدرسة في الكوميديا الوحده وهو صانع مسلسل كوميونيتي وعمل فيه دور العميد الفيلم من بطولة سام روكوال وتوني كولات وستيف كرال في ادوار اغلبها جادة رغم ان الفيلم معظم احداثه خفيفة الفيلم بيحكي عن ولد مراهق والصعوبات اللي بتواجهه في التعامل مع جوز امه ولجوءه للشغل في ووتر بارك والصدقات والتجارب اللي بيخدها هناك فيلم عائلي ضريف وفيه دروس تربية مهمة جدا برضو للي يحب يستفيد يعني ده كده كل اللي عندي في ترشحات الاسبوع اتمنى انها تنال اعجابكم ومعانا كده بمناسبة عيد ميلاد توني كولات ياريت تقولولنا فيلمكم المفضل لها في التعليقات ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيركم الحلقات اول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز و باي باي